بالكلام عن بطولة أمام إفريقيا انبارح اتحسم خلاص الأربعة الموجودين في الدور نصف النهائي في بطولة تنتهي يوم السادس من شهر فبراير إن شاء الله يعني بعد ستة أيام من الآن كل شهر وحضراتكم طيبين فبراير نفسه هيبدأ بعد أقل من ساعة لكن الأربعة اللي اتحسموا عندنا فيها مواجهتين قويتين بتتكلم على السينيجال مع بوركينا فاسو بتتكلم على مباراة مصر مع الكاميرون الأربعاء والخميس واللقاءان يقامان في التاسعة مساء الأول هيكون بوركينا فاسو والسينيجال والتاني الكاميرون ومصر وهذه المباراة عندنا فيها تفاصيل كتيرة ومهمة من شوية الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إن أحمد حجازي حلته عبارة عن مزء في أوتار العضلة الضمة وده بيستدعي نقله إلى إحدى المستشفيات يعني لتلقي العلاج مراكز متخصصة للعلاج وده معناها بشكل صريح ومعلن من الاتحاد المصري لكرة القدم أن بطولة أمم أفريقيا في النسخة الحالية قد انتهت بالنسبة لأحمد حجازي بمعنى أن المباراة اللي جاية بتاعة الكاميرون والمباراة التالية لها لمنتخبنا الوطني لن يشارك فيها أحمد حجازي يعني الوينش الجاهز وعبد المنعم الجاهز ربما يتجاوران ومحمود علاء اللي خد أي في مباراة المغرب هيكون من ضمن الاختيارات وأيمن أشرف كمان حجازي قدم بطولة رائعة جدا على مستويات كبيرة جدا وكان صمام أمان لمنتخبنا الوطني مليون سلام عليك يا حجازي لكن دايما واللي تعودنا عليه في الماتشات في بداية مشوارنا والحد النهاردة سواء رضينا بالمستوى أو كنا مش مبسوطين أن كل لعب بيشارك بيبزل أقصى ما في جهده عايز بس ينزل علشان يكسب عايز بس ينزل علشان منتخب مصر ما ينفعش يخسر فوارئ الإمكانيات ما بين الأساسي والبديل تلاشت بسبب روح الجماعة اللي موجودة ما بين اللاعبين في حالة حب واضحة دي ما تاخد هالشعارات أو كلام وهو داي في الكرة آه في الكرة روح الجماعة اللي موجودة في المنتخب الوطني دي هي من أهم أسباب تقدمنا للمكان دا إلى جانب الفنيات إلى جانب الإسم بتاع منتخب مصر اللي بيتلاشى بيه أي فروق ما بيننا دلوقتي وما بين أي منتخب بنراك كبيرا أو عملاقا أو قويا فسلامتك يا حجازي ترجع بإذن الله بالسلامة إلى منتخبنا الوطني في مارس المقبل للتأهل إن شاء الله سويا إلى منديال قطر 2022 دا في الوقت اللي أبو جبل كان الخبر السعيد النهاردة إنه عمل تدريبات استشفائية لتجهيزه للمواجهة المقبلة أمام منتخب الكاميرون إحنا مش قلقانين حتى لو لقدر الله أبو جبل ما كانش موجود فنيا طبيعي إن انت تتكلم في إنه خبرات أبو جبل تعوض غياب الشناوي لكن لما تتكلم على صبحي فأكيد الخبرات مش بنفس درجة أبو جبل خالص لما تتكلم على جاد نفس القصة مع التأكيد التام على الإمكانيات الرائعة عند الاتنين محمد صبحي وجاد وشفناها كتير بيلعبوا أساسيين مع أنديتهم في الدوري الممتاز بيلعبوا مع المنتخبات المختلفة للفئات العمرية المختلفة ومستواهم وثبات مستواهم وتطورهم اللي بيحصل من سنة للتانية هو السبب وراء انضمامهم إلى منتخبنا الوطني تلعب مباراة مغرب تأدي تلعب مباراة كوديبوار تأدي تلعب مع السودان وغينيا بساوة هما أقل من الفريقين اللي قلناهم من شوية تأدي تلعب مع الكاميرون أصحاب الأرض برضو تأدي سواء كنت صاحب خبرة كبيرة مع المنتخب أو لا عشان كده الرجال اللي تتمرن واللي مش ظهرين في الفيديو كمان احنا كلنا وثقين فيهم وكلنا وراكم وكلنا والله بندعلكم ليلا نهارا لأن انتم فرحنا فاحنا كمان عايزينكم تفرحوا وما تزعلوش وترجعوا مفرحنا بتتويج ببطولة قم أفريقيا بعد غياب من سنة 2010 احنا المتوج التاريخي بنجمة سامنة نتمناها ان شاء الله يوم 6 من الشهر الجاري أولو